السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم 28 رمضان 27 رمضان بالنسبة لأهل والإحباب اللي صايمين في المغرب وليوم 10 ماي 2021 ميلادية في هذا الفيديو هذا قد نضرر الرحلات الاستثنائية ذي التركيش إيرلاين من المغرب إلى تركيا ومن تركيا إلى باقي العالم إلى أوروبا بالخصوص يعني كحل من بين الحلول للعالقين اللي باقين في المغرب لحد الساعة غادي نوريكم كيفاش كتشري لبي غادي نوريكم معا من خصك تواصل معا من خصك تكون تكتا باش يحسبوك فريموف هادا الرحلات الاستثنائية وإن شاء الله ما تدعلكش يعني الفلوش ديالك غير هيدا وكان إلا كنت أول مرة قد تشوف القناة ديالنا تفضل شتارك معنا وعمل لايك الفيديو باش يطلع في اليوتوب وكذلك إلا كان عندك شي تعليق مرحبا بيك فدائما كنعملوا سؤال جواب وكذلك اليوم غادي نوريكم سؤال جواب في الأخر ديال الحلقة إذن أول حاجة غادي نبدو بيها قبل ما نقول لكم معا من خصك تكون تكتا وشنو خصك تعملو هي غادي نشوفو الرحلات وغادي نشوفو الثمن ديال التذاكر بحالي قلت لكم إمكانك تمشي دار البيضاء إستنبول مدريد دار البيضاء إستنبول باريس دار البيضاء إستنبول أمستردام إستنبول بروكسل فرانكفورت في ألمانيا بيرلين في ألمانيا كولون كذلك في ألمانيا روما في متينو فبالنسبة للناس ديال الطالية تقدرت بشي الجنف في سويسرا تقدرت بشي الزيوريخ في سويسرا المهم تقريبا تقدرت بشي حتى للسويد للستوك هولم كذلك من المغرب تركيا تركيا استوك هولم المهم هادو مما الواجهات أنا قد نختار غير مادريد كوجهة نختار مادريد كوجهة فقط باش نختارو نشوفو غير التواريخ إذن هنا قد شوف أنا 13 كينة الريحلة إلي عملتي مثلا نهار 12 كيقول لك فلايت يعني ما كانش الريحلة ه próprio يل عملت نهار 14 كذلك يقول لك ما كانش الريحلة إلي عملت نهار 13 إياه كينة الريحلة هنا وخيبانو shooter ديال الرحلات وخيبانو shooter ديال الريحلات هي راية واحدة خرجية من كازة هنت قد شوف هنا يعني واحدة قد خرج من كازة و etwas وصل إلى اسطنبول وقت تعمل احتل لغة في الصباح عادك عادي تخرج. اتفقنا. هذه عادي تخرج في العسرة ونص الصباح. الريحلة الثانية وخاك تبدأ ريحلة الثانية هي راي اللولة رايك خارج نفس الساعة من 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 دار البيضاء خارج في الثلاثة وعشر الدقائق. غير هو ليسكال ما عاديش تخرج في العسرة ونص عادي تخرج حتى ربعا يعني تبقى لزفد الوقت في المطر في في اسطنبول. والريحلة اللولة سبعمائة وعشر الأورو والريحلة الثانية ستمية وثلاثة وعشرين أورو. يعني آآ هدية الأتمينة باش يدامش تنشي آجونس ولا هذا. آآ يعني تكون فراسك الثمن تقريبي. آآ مهم. من بعد ندخل القضية دي ولكن نذكر بها حتى دابا. حاولوا وماش يحاولوا. انا كنفضل انكم تشريوا معند وكالة الاصفر. وكنفضل انكم تشريوا معند وكالة الاصفار ديال تركيا للطيران في الدار البيضاء. من بعد نجي نعطيكم هذه المعلومات هذه. نزيدكم على هذه المعلومات هذه. انا هي نهار ربعتاش ما كنش رحلة. نهار خمستاش. نهار خمستاش كين الرحلة.. انا غاضي نبدلوا التجاه. نبدلوا مدريد غير باش نشوفو آآ شوفو أتمينة آخرى. نديرو مثلا. غاضي تمشي الروما في ميتشينو. اهو هنا يندروا مسلا نهار خمستاش واحد شخص مسلا. ها هي كينجو جرح حالات كذلك ولكن بحل اللي قلنا الرحلة اللولة رهية هي هي مدار البيضاء عتخرج في ثلاثة دلعشية. غير الفرق هو ديال اللي غدله في المطر ديال اسطنبول. يا اما لابغيت لتخرج في الرحلة ديال سعود وخمسة وخمسين ديال الصباح او لا تخرج في الرحلة ديال الستا ورمائ واربعين دقيقات يا لا شي هيا. الكذور انفاذ هذه المرحلة تجبر من نفس الثامن. والثامن يعني لا يشارك في المتناول Dear بالنسبة للانسان اللي حاصل متاليا. اربعمية وسبعة وستين اورو. هاي يعني واربعمية وسبعة وستين اورو زود ديال نفس الرحلات. مهم نتاقل ل الرحلة واحدة بالنسبة للك اللي هي من كازين استنبول ميتشينو. اده Dans chupna vier сама الرحلة ثلتاش. اده حنا الرحلة نهار خمسةداش. امتطفقنا بأجي سنشوفو ديال نهار 20 واشكينا فريول اللون بدلوه نديرو مثلا غدين بريكسيل والتاريخ غدين بدلوه نديرو نهار 17 ما كي يعطيناش نهار 18 ما كي يعطيناش تعتاش كدري ما كي يعطيناش نهار 20 كي يعطينا الرحلة هاي يكينا الرحلة نهار من المغرب يعني الاستنبول استنبول لبروكسل غير ردوا البال بديون الكاتشريوا عندي يبيضي لكم المطار بحال مسلا هادا الرحلة اللولة عمل الكازا استنبول يعني المطار الرئيسي ومبتعت في شين صبيحة يعني المطار اخر في استنبول واعدت في بريكسل هادا راك غاضي يتبيض المطار وخسيك تهز الباجاج ديالك هادا الرحلة هادا صح الناس انهم يشريوهاش شري الريحلة اللي عادت بقا في نفس المطار والباجاج ديالك امشي ديريكت. بحال هادئية. من الدار البيضاء الاسطنبول من اسطنبول بريكسل. تمان اربعمية وخمسة دل اورو. يعني. بالنسبة ان هالدورف هدي تمان ره رخيص وره مزيان. اذا احنا شنا كان رحلة نهار عشرين. وكان رحلة نهار خمستاش. وكان رحلة نهار تلتاش. اذا ثلاثة ديال التواريخ. احنا يعني اكدنا هاد الموضوع هادا اليوم اكدنا تلسة ديال التواريخ. تلتاش خمستاش وعشرين الى جميع الموضوع الاوروبي. وده با غد نشوفوش كنو من الناس اللي بامكانهم يسافروا لما تنهي هاد الرحلات وكيف الشرير بيه. وكذلك الناس اللي كانوا شرير بيه من قبل مع سوركيش ايرلين. واش بامكانهم يشوف هاد الرحلات ولا لا. اذا كما كتشوفو هنا يا. يقول لك سيتمكن المواطنون الاتراك ورعاية الدول الثالثة وكذلك المواطنين المغاربة الحاصلون على الرخصة اللازمة من السلطات المغربية من الاستفادة من الراحلات الجوية الاستثنائية التي ستنظمها الخطوط الجوية التركية. يعني طبيعة الحال هم عادي الدول الناس ديالهم الواطنين الاتراك. رعاية الدول الثالثة. بحال مقولوا مثلا شي واحد المانيا اسبانيا ولا مغربي عنده جنسية اسبانية ولا عنده جنسية يعني عنده الباسبور علماني ولا ولا سويسري ولا هولندي. فكذلك يمكن يمشي على هذه الرحلات هذي. وكذلك المواطنون المغاربة الحاصلون على الرخصة اللازمة من السلطات المغربية من الاستفادة من الرحلات الجوية. يعني شكنوا ما المواطنون الحاصلون على الرخصة اللازمة. يعني هذوق الناس اللي عندهم الفيزا. مثلا ديال السياحة. وخانا ما كانت نظنش الفيزا ديال السياحة يعني عادي خلي وقت تخرج. الفيزا دي للتجمع العائلي مثلا. انت عندك فيزا دي للتجمع العائلي. والمغري بيعطاك رخصة للمغادرة التراب الوطني. فبالتالي انت بإمكانك تستفيد من هادة الرحلة الجوية الى تركيا. ومن تركيا الى يعني الدولة اللي مشيري لشوى إسبانيا ولا هولندا ولا اللي كان. الحاجة التانية يقول لك يمكن شراء التذاكر من وكارة الخطوط الجوية التركية. وهذه هي النصيحة ديالي هو مخزكم بعيد على كازا. يعني كان ظننا الانسان يعني كيكون معدب معدب الله وميعمل شي حاجة يعني اللي يكون واتق منه مئة في المئة. من رحلة ديال ديال تسعيد ديال بارح راضي جام شو فيها الناس. والحمد لله ديال الامور بيخير. ولكن اغلبية ديالهم كانوا مقطعين مع الوكالة ديال التركيش ايرلاين في كازا. كي يقول لك تشري التذاكر من وكالات الخطوط الجوية التركية من الدار البيضاء مفتوح ايام الاثنين لارباح لخميس الجمعة. وكذلك من مختلف وكالات السفار او الموقع الرسمي للخطوط الجوية التركية. كذلك يمكنك تشري البيئة من وكالات السفار يعني تقليدية عادية. واللي طبعا مختصة يعني المعتمدة. حاولوا تشوفوهش عندهم ذاك الرخصة ديال ياتا. وكذلك يقول لك تقدر تشريها اولاين. ولكن انا هاد الاختيار التالي. الصراحة ما موافقش عليه في هذه الدروف هذه. احسن 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 او وكالة الاسفار او لا وكالة الاسفار تركيش ايرلاين. عندما يبقى الفقرة الثالثة سيضروا على حد الفئة الناس اللي ديجا كانوا شراوا البيئة مع تركيش ايرلاين وما سافرواش. هاد الركب هادهم خصوم يسردوا هاداك البيئة ديالهم. اه بالمعلومات التالية. يعملوا الرقم ديال رحلة. كتبوا الايميل. في الايميل شنو غاد يعملوا. الرقم ديال الرحلة. الاسم والناساب. الرقم ديال التذكيرات. ذاك النمر ديال الرزربة. رقم يعني النمر ديال الباسبورت. تاريخ الدخل فو غاش دخلوا للمغرب. ويسردوا هاداك كامل لهاد العنوان الالكتروني اللي نشوفون تحت. ساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساس شروط سفار لتقريبا ولات انترناسيونال ولات معروفة. هو يجب على جميع الركاب الذين تزيد اعمارهم عن ست سنوات تقديم اختبار كورونا سلبي تم اجراؤه قبل يعني اقل باثنين وسبعين ساعة. هذه هذه ولات انترناسيونال ده باش سفار اي واحد عن دكتر مستثنين خصو يعمل هاداك التست ديال بسير اتنين وسبعين ساعة قول ما تخرج الطيارة. من ركوب طائرة واستمارة الدخول الى تركيا. يعني خصوك تعمرو حتى استمارة الدخول الى تركيا. تركيا خصوك تعمره اولاين تعمره في الانترنت. فكذلك هدي كتعمره اتنين وسبعين ساعة ابتداءا من اللي كتدخل في دكتنين وسبعين ساعة كتعمره قبل ما وعد الرحلة. رهما ديرين تمك يعني العنوان باش ته فين لقاج ويب فين تدخل تعمره. اه دبل في دبل في الريجيشتر بوان هيلز بوان جوف بوان اه تي ار يعني ديال تركيا. مع العنوان ساهل ماشي شي حاجة كبيرة. واحدة التعمر ديالة مسألة سهلة. ناصحة اخيرة وقبل ما ننسى له هذا الموضوع هذا. اه عيته في التريفونات كذلك التركيش ايرلاين ركاين عيك تدخل نجوغل كتعمل تركيش ايرلاين كازابلانكا. كتخرج لك العنوان تماما وارقام الهاتف. عيتهم. وتأكد من هذه المعلومات هذه قبل ما تشرين بيه. وكلهم نوع الفيزا اللي عندك ولا نوع الباسبور اللي عندك ولا الاقامة والدولة اللي ما تشرينها. باش تشرين بيه ديالك. وانتا مرتاح والله يجب تسلم كل واحد. وقد ندوزون سؤال جواب. هذا التعليق ديال امين. قال الله يحفظك على تعييت لهم دابا وريزير فيت الاستاش ميل. آآ امين كيهدار على الرحلات اللي كنت دوزت هذه واحدة ربع يام ولا خمس يام ديال اسبانيا. الرحلات الاستثنائية ديال اسبانيا. وقال لك انشاف ذاك اللي درت مع الاخها بورازان والاخها بو مريم قال عيط لهم. وريزير فيه. مهم هنا الناس كتسولوا واش درتي كيفاش درتي ريزير فيتي واش بالتليفون كيفاش عملتي. مهم انا قط لهم بروك عليك. هو بطبيعة الحال قال لك ريزير فيت بالهاتف المادام ديالي عندها اقامة في اسبانيا. لكن بقي ما وصلني ايميل تأكيد بعد ما رسل لي الايميل الاول. قبل الحزر باش نتأكد من الاسم والتاريخ الرحلة. يعني ما كتعيط لهم كيسهردوا لك ليما للول. كيقول لك واش هذا هو الاسم. ه وبعد كي يكملوا معاك. يعني السيد شاف الفيديو. نخدر ارقام الهاتف اللي دوزنا هاتما في الفيديو. وعيط لهم. وجول الله التسير يعني دات الامر بخير. هذه كلتوم معروف خويا رحلات تركيا مضمونة مية في المياه. بغيت نمشين بروكسيل وخفت نحصل في تركيا. مهم اه رحلات 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 مضمونة اختيم كلتوم ولكن كذلك قلت لك يعني التاصل بالوكالات باش تأكد مية في المياه وش مرتاحة. وكذلك هنا عندك الرد الوحيد السيدة قتقول لك مضمونة حتى انا غادية نهار خمستاش من تركيا الى ايطاليا. يعني هاو عندك ديجة هنا يا الناس اللي ديجة قطعوا بيه مع تركيا شيرلين باش بشيوا ترانزيت لايطاليا. والله يستر الامر. هنا خالي لك يسوروا قالوا شمن نمرا عيدت لهم. اه جاوبوا امين قالوا رح كاتبهم في الفيديو. سيف ريخي امين ذاكش يعني الواحد خلص يشوف الفيديو كامل باش يدي المعلومة كاملة. ما يديش المعلومة نقصة ولا تشوف واحد الجزء من الفيديو. يعني ما يقدر ما يعجبكش ولا شي حاج وتعمل شي تعليق وانت وبدأ بلا تعليق يعني غير كمال الفيديو كامل واش تدي المعلومات كاملة رح نخلينا تم ارقام الهواتف والموهم لا يجيب تسلم لكل واحد كذلك. سوفيان عفاك اخويا بقالي واش مكينش شي رحلة استثنائية من غير مادريد بحال من كازال بارسلون ديركت فادي الايام. واش نقدرون قطع رحلة استثنائية. رسنا بلا اجنس بغلي السيد ويب اوفيسيال ديال شركة الطيران. خاي سوفيان ما كانش ما كانش البرسلون ديركت. وهدو ديال مادريد دي جرام عمارو. ديال ستاش و واحد وعشرين سافر عمارو. ديال تناش ستاش و واحد وعشرين. رغم عمرين في هذه الساعة. الحسين كيسوب الاخي البقى لان عندي ثلاث تذاكر من الدار البيضاء الى ميونيخ عبر مادريد يوم سبعة وعشرين ماي لكن تلقيت من طرف ابرياء عن الغاء هذه الرحلة. سؤالي هل يمكن لي ان اسافر بهذه الرحلة استثنائية مع العلم ان نشتري التذاكر من الانترنت من السيد الرسمية ديال الإبرياء وشكرا. خي الحسين انا اللي عارف بان التذاكر ديال يعني بامكانك تبدلن هذه الرحلات هذه الرحلات الاستثنائية. تذاكر ذيال يمكن تغيرها الى الرحلات الاستثنائية ولكن اه يفضل ان اتصل بهم وهما اللي يأكدو لك الى هذا الامر هذا ولكن انا عارف بانا كي الناس اللي بريمو بدلو من رحلة عادية ملغية الى هذه الرحلات الاستثنائية. وانا غاد نقلب لك على هذا التعليق ونعملو دابة بش يعني يتأكد ماذا الامر هذا. هل انت اخي شوف هدا التعليق ديال سعيد كيقول انا عندي تجمع مقطع لمراتي وولادي واحد وعشرين. نورمال. قتلو معا من قطعتي. قال لي ابريا نهار واحد وعشرين. هو كي يقول لكي بقي كيعلق قال صونيت للرقم السحري ديالك. هو مش رقم السحري اديك الرقم اللي اعطيت قلت بانا يعني فعلا قلت سحري في واحد الوقت. واحد الرقم كتعيت لهم اسبانيا كي يخدم مهم راه كاين في الفيديوهات اي قلوب عليها ديالجبرو. فهذا الفيديوهات ديال اه الرحلة الستنائية ديال ابريا راح مدوز تكتر من مرة. المهم سعيد قال صونيت للرقم السحري ديالك وقطعت ثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين. ومني سمعت عايس الدو والليت صونيت بدلت الرحلة الستنائية ديال واحد وعشرين. يعني اه الامور اه اه مشروحة واضحة تبرق الله عليك اخي سعيد. شكرا على مشاركة تجربة ديالك معنا. فكما كتشوفوه السيد كان قطع نهار ثلاثة وعشرين وليسمع بان الرحلات يعني تلغات ولا عيد واخدى نهار واحد وعشرين وعندو تجمع عائلي رغم ان يعني مؤخرا في الرحلة الاخرية كانو كيقولوا بان صافرة ما عادش ياخدو الناس تجمع عائلي. والحق اهو السيد بدل الرحلة بدلة. مش قطعها ديركت وانما بدلة من ثلاثة وعشرين ماي الواحد وعشرين ماي يعني وعائلته عندهم تجمع عائلي لا يصير الامر. خويا عافاك بغات مرتد دخل المغرب هي اوروبية بولندا ماشي مغربية واش تقدر دخل لمغرب ولا لا شنو هما لديكو 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 ما تقدرش تدخل اخي امل بلا ما نطول عليك ون ونكرفسك في الجواب ما تقدرش تدخل في الساعة للمغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخويا عافاك كيفاش نتسجل اسبانيا عندي بنتي كتقرأ كانت تواصل مع ابرياء ما تيجاوبوش. اختي الهام اه كيفاش كتتتواصل مع ابرياء شمان طريقة كتتتواصل معاه. الرقم ديال المغرب حيدو مبقاش مبقاش خدام. انا غضي نخلي لكو حد الرقم السحري من الهناية عايتلو من اسبانيا. الى كان لقنتيش من اله ما كنتيش في اسبانيا عايتينش حد من هنا يا من اسبانيا عايتلو. غضيك الرقم هدك ايه كي يجاوبو فيه. صافينا غضي نخلي لك الرقم وعايتلو من هنا يا من اسبانيا. وخامي غضي تعايتلو ما يقول لك الرحالات راهو مع امرين. ولكن مهم على الاقل عادة العربية ان ركا تتواصل معاهم مرة مرة عايت ان دك النمر السهول وشكي الرحالات استثنائية.